تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 92 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمضبط قرابة 34 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تمضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 607 قضايا من بينها 166 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تمضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي حيث تمضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 5 أطنان أقماح محلية